أكدت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية حدوث تراجع كبير في حركة السياحة إلى إسرائيل بسبب تواصل عمليات انتفاضة القدس الثالثة التي تطالب بوقف اعتداءات المستوطنين الصهينة على الجامع القدسي الشريف وأظهرت بيانات نشرتها دائرة الإحصاء الإسرائيلية أن شهر نوفمبر 22 شهد تراجع كبيرا في عدد السائحين الأجانب الذين زاروا إسرائيل مقارنة بمعطيات عام 2014 و2013 وبينت أن حجوزات الفترة تراجعت بنسبة 11% مقارنة ب2014 و28% مقارنة ب2013 ونقل موقع المصدر العبري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن قطاع السياحة في إسرائيل يمر بأزمة كبيرة موضحين أن هذا ليس جديدا ونبه إلى أن الأزمة هي استمرار للوضع منذ الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014 لكن المعطيات الأخيرة تفيد أن الأزمة تتعمق وحاول المسؤولون الإسرائيليون التقليل من تأثير ذلك بالقول إن تراجع السياحة لا يقتصر على إسرائيل فقط إنما هو جزء من الوضع في المنطقة ولفت الموقع الإسرائيلي أن وزارة السياحة تواصل من جانبها الاستثمار بترويج الحملات الإعلانية خاصة بالسياحة الإسرائيلية حول العالم ونقل عن مسؤولين في الوزارة قولهم إن الوزارة تكثف من الإعلانات في روسيا بهدف استقطاب السياح الروس في أعقاب التطورات السياسية التي أبعدتهم عن شبه جزيرة سيناء وتركيا وقادت أحداث الانتفاضة إلى قتل 24 إسرائيليا وأصيب المئات بجراح متفاوتة في عمليات إطلاق نار وطعن ودهس بشكل يومي منذ اندلاع انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر الماضي